تجول القائد العام للقوات المشتركة لدول حوض بحيرة التاد لمكافحة الجماعات الإرهابية اللواء لوك إليدو في كل من معسكر مكافحة الإرهاب بولاية ميدوغري النجيرية ومعسكر مكافحة الإرهاب بدولة الكاميرون اللولة صام حط القائد بتفقد أوضاع وسير عمل الجنود المراضبطين بالمعسكرين تقرير أدم حنف فاضل للمرة الثانية قام بجولة فريدة من نوعها القائد العام للقوات المشتركة لمكافحة الإرهاب بلجنة حوض بحيرة تاد لوك إيرابور لكل من الدولة ناجيريا الفيدرالية والكاميرون والهدف من جولته تفقد أوضاع الجيش المتواجد بمعسكر لا في دوله الواقع بولاية ميدوغري بدولة ناجيريا الفيدرالية حيث التقى مع قائد القوات لهذا المعسكر روجيس نيكولا وتباحث حول مجمل القضايا التي تسعى إلى كسر شوكة الإرهاب على الصعيد الإقليمي الجولة كانت بصحبة أبرز القيادات العسكرية المتخصصة في كيفية مكافحة الإرهاب وفي ذات السياق التقى القائد لوك إيرابور مع القائد العام لمعسكر مكافحة الإرهاب بمحافظة مكري الواقعة بدولة الكاميرون حيث تناقش لوك إيرابور وقائد معسكر مكري اللواء بوبا حول تعزيز الجهود من أجل مكافحة الإرهاب بدولة الكاميرون وفي جولته لوك إيرابور توقف عند بيت جلالة سلطان مدينة كسره وأوصاه ببزل الجهود حول توعية الشعب لتفادي خطر الإرهاب مؤكداً القائد بأن الإرهاب ليس له حدود قام محافظ مقاطعة طيور بإقليم قراءة بديارة تفاقدية شملت بعض الحقول الزراعية بالمنطقة والهدف من ذلك وبحسب المحافظ تأتي تشجيعاً للسكان للاهتمام بالعملية الزراعية محمد حسن أدم بهدف تشجيع سكان مقاطعة تعب الطيور بإقليم قراءة على الاهتمام بالزراع لا سيما الزراع الشتوية فقد زرع محافظ مقاطعة أبو طيور جيمي جامرغا بام بقرية ماوا بكنطون كينغا بمركز إدار بيتكين الريفي أكثر من أربعين هكتار وذلك تلبية لنداء رئيس الجمهورية إدريس سأدوبي إتنو روامية إلى الاهتمام بالزراعة باعتبارها الركيز الأساسي للاقتصاد الوطني من ناهية وتنمية العالم الريفي من ناهية أخرى المحافظة جيمي جامرغا بام أكد بأن هذه البادرة تدخل في إطار جهود الحكومة الخاصة بمضاعفة الإنتاج وضمان العمن الغزائي لتحقيق الرفاهية لسكان الريف والمدن الحضرية شهد مركز الإنتاج الزراعي حماتي الواقع قرب مدينة موسرو شهد ذيارة من قبل مسؤول الوكالة الوطنية للتنمية الزراعية تقرير خارون أبا أدم في إطار التعاون في المجال الزراعي بين الشاد ودولة ليبيا فقد قدمت الأخيرة دعما للبلاد تمثل في تأسيث هذه القرية وتجهيزها بكل المعدات للإنتاج الزراعي وذلك في العام 2004 وأن هذا المركز كان من أهم المواقع الإنتاجية بإقليم بحر الغزال حيث تم تشييد عدد من المباني السكنية إضافة إلى محطات ضخ المياه لزراعة المروية لزيادة الإنتاج لمختلف المحاصيل وخاصة الخضروات كما أن المركز ساهم بشكل كبير في عملية الحفاظ على الأنظمة البيئية إلا أن المركز بدأ يتراجع إلى أن توقف عن العمل بسبب الإهمال الذي تعرض له وللإطلاع على حالته قام فريق من الوكالة الوطنية للتنمية الريفية بقيادة مسؤول الوكالة لإقليمي بحر الغزال وكانم عيسى محمد صالح بزيارة وخلالها قال أن ترميم هذا المركز وإصلاحه سيساهم بشكل كبير في تحسين حياة سكان قرية حماتية اليوم المزارع الموجود في حماتية يمشي لمسافة تقدر تقول خمسة كيلومتر بره حماتية عشان يجيب موية عشان يشربها نحن اليوم كهيئة وطنية جديدة آندار وبمساعدة وزارة الزراعة اللي هو وزارة الإنتاج والري إن شاء الله في أيام القادمة نبذر كل جهدنا عشان نقدر نحل المشاكل التي تواجه هذا الصنطر مركز حماتية له مساحة تقدر بمئة هكتار ويستفيد منه خمسة وعربعين مزارعا وإذا تم استغلاله بصورة جيدة سيتكفل الاكتفاء الذاتي لسكان المنطقة تصدف العاصم من جميلة أواخر هذا الشهر فعالية ماراثون السلام في دورة الثانية عشر فالاستعداد لهذه المناسبة تسير على قدم الوسطق حيث الإقبال الكبير من قبل المشاركين للتسجيل باستاذ إدريس محمد أويا كان جد رائع بحثب اللينة ولتعرفي عن إجراءات التسجيل أعدى الزميل آدم حسن مكوي الواقع التالية الواحد تلو الآخر في هذا الصف المستقب أقبل البعض منهم من قرب والآخر من بعد للتسجيل في الدورة الثانية عشر لماراثون السلام وهم في لحظة ترقب لأخذ الخطوة الأولى لعملية التسجيل بدءا بالمراجعة الصحية التي هي الحكم الفاصل الذي فيه القاضي هو الطبيب وليس إلا فحص ضغط الدم والوزن وفحص البدن والقلب هي جملة الفحوصات التي إن كانت إيجابية ستفتح بوابة حلم المشاركة أمام العدائن للخوض في غمار المنافسة وهناك من لا يفلح فتصبح أحلامه في مهب الريح الزانغ عداء صيني يشارك لأول مرة في ماراثون السلام بالعاصمة أنجمنة سيواجه تحديا كبيرا في مضمار السبق الذي سيحوي آمالا وأمنيات عديدة مشابهة لآمال الزانغ أربعة أيام التسجيل بمنطقة السادي دريز محمد أويا سجلت مشاركة سبعمائة ثلاثة وعشرين عداء على حسب المكلف بالتسجيل أحمد آدم كاكو الذي أفاد بأن عدد المشاركات في الماراثون مئة وسبعة مشاركة حتى الآن كما أعلن مدير السبق بأن السابع والعشرين من يناير للعام الفي وسبعة عشر سيكون هو انطلاقا لفعاليات الماراثون حيث اختبار قدرة التحمل للعدائين فموعدنا إلى ذاك الحين حظا سعيدا للمشاركين بهذا الخبر يضنهي معكم هذه النشرة دمتم في رعاة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة